اشتركوا في القناة التحدي السابع ونستعرض الملف بالامر الاس وطلع عندنا ملف واحد اللي هو داتا نستعرض الملف بالامر كات وطبع لنا محتوى الملف واللي هو عبارة عن كثير من الباسوردات والاسماء طيب الحين اشلال اعرف اي واحد من هذي الباسوردات هو الباسورد الصحيح لو ترجع للصفحة التحدي معطيك هنت وقال لك ان الباسورد موجود جنب اسم مليون نرجع للتيرمنال مرة ثانية ونبحث عن كلمة مليون واللي بيكون جنبه الباسورد لو بحثنا بالطريق العادية بالنظر عن الكلمة مليون بتاعب نفسك على الفاضي والضييع الوقت خاصة اذا كان الملف في بيانات كثيرة وفي امر يوفر عليك هالجهد واللي هو اقرب واستخدامها سهل وبسيط وهو انه يسوي لك عملية فلترة او بحث عن اي شي تبيه او حاب يطلع لك في نتائج البحث نروح نكتب الامر السابق وبعدين علامة البايب وبعدين مسافة وقرب وبما ان الباسورد مثل ما قلنا لكم انه موجود جنب مليون فنحط هذه الكلمة يعني بمعنى ثاني ان هذا الامر يطلع لك بس النتيجة اللي نطلبها مننا اما الباقي فما يطلعها لنا وبعدين نضغط انتر ومثل ما تلاحظ انه طبع لنا السطر اللي يحتوي على كلمة مليون وهذا هو الباسورد ونقدر نستخدم الامر سترينز بدل كلمة كات بنفس الطريقة والنتيجة بتكون نفس النتيجة نروح ننسخ الباسورد ونرجع للمفكرة والرتب شغلنا وبعدين نسوي عملية تسجيل الخروج من باندنت 7 وندخل على باندنت 8 بنفس الباسورد اللي طلعناه قبل شوي والحين هننا موجودين على باندنت 8 نروح نرجع لصفحة الموقع ونشوف ايش المطلوب منه يقول لك ان الباسورد بعد موجود في ملف داتا لكن الباسورد غير متكرر ومكتوب مرة واحدة بس خلونا نشوف شلون نتجاوز هذه المرحلة نرجع للتيرمينل ونستعرض محتوى المسار وعندنا ملف واحد وبعدين نستعرض محتوى الملف بالامر كات ومثل ما تلاحظ ان النتيجة عبارة عن باسوردات كثيرة طيب كيف اعرف اي واحد فيهم الباسورد الصحيح ما ينفع تروح تجرب باسورد باسورد اليوم تضبط معك لو نرجع للصفحة مرة ثانية بتلاحظ انه معطيك هند ويقولك انه كاتب لك الباسورد او الباسورد موجود في الملف مرة واحدة بس يعني نفهم انه في باسوردات ثانية مكررة اكثر من مرة طيب شلون اعرف ايش هو الباسورد الي مو مكرر نرجع للتيرمينل وناخذ اي باسورد من هذه الباسوردات ونبحث عنها بالامر قرب نفس ما شفنا في التحدي السابق وبتلاحظ ان الباسورد متكرر اكثر من مرة تقريبا عشر مرات فيعني هذا الباسورد مو هو الباسورد الصحيح الي ندور عليه خدونا نكرر هالعملية مع باسورد ثاني ونفس الشي طلع لنا مكرر عشر مرات بعد طيب الحين ما ينفع اقعد اخذ باسورد باسورد واشوف اذا كان مكرر او لا يعني اذا كان مكرر الباسورد غير صحيح واذا طلع لنا الباسورد غير مكرر فيعني هو الباسورد الصحيح اكيد هذه العملية بتاخذ معانا وقت طويل وكالعادة اكيد في لها حل مختصر نرجع نكتب الامر مرة ثاني الامر كات واسم الملف وبعدين علامة البائب وعلامة البائب يعني فاصلة ما بين الامر الاول واللي بيجي بعدين ونكتب الامر سورت وسورت معناها ترتيب او تنظيم يعني رتب لنا الباسوردات او محتوى الملف بشكل ابجدي من اه تزد وبعدين نضغط انتر وبتلاحظ انه فعلا رتب لنا الملف وبتلاحظ ان الباسوردات رتبها بشكل منتظم وحط المكرر مع بعض نروح نبحث عن الباسورد اللي مو مكرر بس موجود مرة وحدة واكيد بياخذ معنا وقت وخاصة اذا كان الملف كبير ويحتوي على معلومات كثيرة فدائما انت كمختبر اختراق لازم تحافظ على وقتك وتختصر الطريق نرجع نكتب الامر السابق ونضيف عليها علامة البائب او مثل ما قلنا ان هذه تعتبر فاصلة ما بين الاوامر في عندنا امر جديد اللي هو اليونيك او المميز وبعدين شرطة وحارف اليو معناها اطبع لنا الشي المميز وما دام حنا قاعدين ندور على باسورد غير مكرر يعني موجود مرة وحدة في هذا الملف فهذا يعتبر شي مميز في الملف وهذا الامر ان يطلع لنا هذا الشي وبعدين نضغط امتر وفعلا طلع عندنا النتيجة مع الباسورد وهذا هو الباسورد الصحيح اللي يفتح لنا التحدي القادم وفي عندنا امر ثاني يلي هو الداش سي وسي يلي هي اختصار لكاونت او العد يعني عد لنا الاسطر المكررة كم مرة تكررت وبعدين نضغط انتر وفي النتائج بتلاحظ ان الرقم الموجود قبل الباسورد يعني كم مرة تكرر هذا الباسورد ومثل ما تلاحظ ان كل هذه الباسوردات تكررت عشر مرات ما عدا هذا الباسورد غير مكرر وموجود مرة واحدة بس اما الباقي مثل ما تلاحظ فهي مكررة عشر مرات طيب تخيل ان هذا الملف كبير بعد فنروح نضيف الامر اقرب بعد البايب ونحط بين علامة التنصيص او او الدبل كود رقم واحد يعني طلع لي النتيجة اللي فيها الباسورد رقم واحد او غير مكرر وموجود مرة واحدة بس وبعدين نضغط انتر ومثل ما تلاحظ طلع لنا الباسورد يمكن تقول ليش كتبت هذه الاوامر اكثر من مرة مع انه خلاص انت طلعت الباسورد من اول مرة ليش قاعد تكثر علينا هذه الاوامر الهدف من هذا الشيء علشان نتعلم مع بعض شلون نتمكن ونتقن هالاوامر ونتفنن باستخدامها الحين اروح انسخ الباسورد وارجع للمفكرة ونرتب شغلنا وبما اننا حنا انتهينا من باندن ثمانية فنسجل الخروج وندخل على باندن تسعة بنفس الباسورد اللي طلعناه قبل شوي نرجع للصفحة ونشوف ايش المطلوب منه يقول لك ان الباسورد بعد موجود داخل ملف داتا والباسورد بيكون مقروع ومفهوم لنا كبشر نروح ونشوف ونستعرض محتوى الملف بتلاحظ انه فعلا محتوى الملف عبارة عن رموز واشكال غير مفهومة طيب اشلون نطلع الباسورد من هالخربطة كلها نرجع للصفحة ونقرأ مرة ثانية يمكن يعطينا هنت يقول لك ان الباسورد موجود جنب علامة اليساوي خلونا نشوف نرجع للتيرمينال ونكتب الأمركات وبعدين اسم الملف وبعدين علامة الباي وقرب وعلامة اليساوي نفس ما سويناها في المرحلة السابقة ونضغط انتر لاحظ ان ما طبع لنا شيء طبع لنا جملة ان هذا الملف اللي انت قاعد حاول تقراه عبارة عن بايناري مو ملف نصي يعني الأمر كات في هذه الحالة ما رح يشتغل معانا لأن الملف عبارة عن ملف بايناري فنروح نستخدم الأمر سترينجس بدل كات وبعدين نضغط انتر وطلعت عندنا نتائج ومن ضمنها الباسورد وننسخ الباسورد ونرجع للمفكرة ونرتب شغلنا ونسجل خروج من باندد تسعة وندخل على باندد عشرة وبكذا وصلنا لنهاية الدرس وتقدر تكمل باقي التحديات وتحاول تحلها ونشوفكم على خير في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة